السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مواقع كثيرة بيتقدم خدمة انها بتتعامل مع البيانات زي مثلا الاكسيل بتعامل مع ملافات السي اس بي بتعامل مع جوجل شيت الموضوع ببقى سهل جدا يعني زمان كنت لازم تحفظ الكلمة اللي هتتقال او المعادل الفيرمر اللي هتتكتب وهكذا دلوقتي لأ انت ممكن تقول له زي كالصناعة يكتب هالي او تقول له انا عايز ملخص للحاجة فيجي معك في سواني تمام يعني ترفع الملف اهوت وتقول له بقى طب قول لي ايه المعلومات اللي انا ممكن استخلصها من هنا طب قول لي كل عمود بمثل ايه طب حلال الدياتا طب ادهالي في اشكال بيانية موقع كثيرة جدا جدا بتقدمك الموضوع ده وممكن يبقى موقع مستقل او بتسطبه مع الاجسيل او جوجل شيت الموضوع بقى حاجة اساسية وسهلة جدا جدا يعني يبقى ممكن عندك الدياتا تقول له مثلا عايز الانحنافات المعيارية عايز الارقام اللي فيها اخطاء عايزك تقول لي اذا كان فيه مثلا مجموع من البيانات فيها حاجة نقصة فيبدأ انه يحلال لك كل الدياتا في سواني ويبدأ ايجاب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها اللي انت ممكن تعد قسابية عشان تلاقيها ومبقاش لازم تحفظ الفورم او المعادلات اللي انت لازم تكتبها ده مثلا شات سي سي في ده عندنا هنا بقى حاجة خاصة بالشيت تقدر تديله تسأله اي سؤال يبدأ ان هو يجبها لك يعني انت بتديله الدياتا ويبدأ ان هو يحلال لك الدياتا ديت عندي كمية كبيرة من الدياتا ابدأ اقول له بقى انا عايزك تديني الملخص عايزك تقول لي ايه اكبر ارقام موجودة فيها تفاوت الميزة ان كلهم بتعاملوا مع كل قواعد البيانات سواء ساب سواء شورة سواء جوجل شيت جوجل كلاود برضو عندنا روس دوت كوم بتعاق كلهم بذكال صناعي تقدر تديله اي داتا ويبدأ ان انت متعلم معاك ممكن تروح لشات سي بتي وتديله الملف وتبدأ ان انت تسأله لكن هنا ببقى اسهل تمام لان هو متخصص في حاجة معينة فبتبقى الموضوع اسهل بكتير ما بقاش لازم تقعد تكتب رموز وتحفظ حاجات معينة لا الموضوع بقى اسهل بكتير طيب خلينا بقى نشوف مثلا مواقع تاني equals انت بتديله مثلا تقول له انا عندي هنا الحاجة هنا تقول له مثلا انا عايز هنا الترجمة بالعربي هنا الترجمة باليوناني وتبدأ تقول له كل كلمة هنا ترجمها لي باللغات ديت فيبدأ ان هو يترجمها لك الموضوع عندنا فرش امشك خالص تمام ممكن يكون عندك اسام البلاد فتقول له طب اديني اسام العواصم بتاعتها فيبدأ بذكال صناعي يجيبها لك اكتب الكويري اللي انت عايزها هو مرتب بشة دي جبيتي ويبدأ ان هو يعمل لك التعديل جوا ملف الاكسيل ديركت ممكن تقول له اكتب لي المعادلة اللي انا مفروض اكتبها وانا مش حافظها عايز تكتب المعادلة لحساب المتوسط الحسابي للعمود رقم ثلاثة مثلا برضو دوت بيشتغل جوا الشيت وهو الاكسيل يبدأ مثلا تقول له اعمال لي كنت تحط لي ارقام افترضية عشان اجرب مثلا عايزك تعمل لي حسابات معينة اكتب لي عنوين وده برضو تقدر تدي له المعلومة بيجيبها لك باشكال جميلة بشكل دوت ادي له بقى الدياتا وقول له فلترها لي ويبدأ يجيب لك الحاجات تقدر تقول له بقى انا عايز استخلص داتا معينة فانا اسيب لك الموقع دي كلها اسفل الفيديو بحيث ان انت تستمتع بجمال الزكاة الصناعية مع القواعد البيانيت او مع الدياتا بتاعتك